موسيقى هذه الحلقة سيكون فيها سيم غير من بلد ثاني وهالبلد أنا أحبه كثير ودائماً أروح له ويمكن تشوفوا شوية سالي شوية تلميحات وبتحمس أشوف الفريق رح يتوي لهذا السيم هاي كيف بك؟ الحمد لله كيف كانت تمام الحمد لله عرفين عن نفسك؟ أنا أريج عمري 24 سنة وأنا الفاشن ديزايني هون كان حلمي من أنا والصغيري إني أنا أكون مسمى من الأزياء ودخلت بمجال الماركتينج وما فتت بتصميم الأزياء أول ما خلصت قررت إني أنا بدي أعمل الشي اللي أنا بديه من الأول وأشتغل عليه لحالي كلفت بكل تكاليف جامعة تصميم الأزياء وكل شي بيجي بعديها حتى بكل أعروض الأزياء اللي اشتركت فيها كانت كلها من صريفي أنا من تكاليفي أنا لحالي أسست اللي بران تبعي من سنتين اللي بران تبعي أريج رماوي ديزاين كل تصميمي هي ready to wear التصميم الأساسية اللي أنا بلجت أشتغل عليها من أول ما فتحت اللاين كانت مبنية على إني بدي أكمل حلم والدتي مع حلم مع بعض والدتي كانت تدر استصميم أزياء واضطرت أن هي توقف لأنه صارت جايبتنا وأنه نحن والشغل طبعا بدي أحكي لأمي أنه ما رح وقف لأنه بالأساس هذا حلمك وأنا بدي أكمل حلمك معه لأنه بكل جزء الأمهات كنت هو سوي بعدين خلفتك أيوة هي نفسك أمهاتي فبالزوت فأنا قلت أنا بدي أكمل بهالمشوار أوكي متحمس أشوف شغلي صراحة وأنا متحمس بالأكثر أنا اسمي محمد هلو 30 سنة من عمري أنا بشتغل فوتوغرافر وفيديوغرافر أنا ما دارس تصوير أنا علمت نفسي بنفسي شوية بشوية بلشت ما كانت عندي كاميرا في الأول كنت باخد كاميرا تصحابي وبصور بيها وبعدين شوية بشوية طورت من نفسي دايما ببحث عن أشياء جديدة أي صورة نزلت بشوف كيف عملوها أخذ منها اللايتين كيف عملوه وبحاول أقلدها ما يكون عندي فوتوشوب كتير مهم الصورة في الفاينل تكون أرتيستيك وحلوة أنا من خلال برنامج حاب أخرج من البوكس بتاعي وأدخل أعرف ناس جدد ويعني ناس يعرفوني من خلال البرنامج إيش ستايلك بالعادة بالتصوير؟ أنا بصور فاشن أكتر شي فاشن؟ ستريت ستايل؟ ستريت ستايل وستوديو الاتنين هاي هاي كيف حالك؟ الحمد لله تمام، أنت شلالك؟ الحمد لله، إيش حسايا معنا اليوم؟ أنا الأنفال وأنا الميكب أرتست بس طبعا هذا مش تخصصي، أنا كم درسة هندسة كيميائية أنا أول شي أخوي درس هندسة كيميائية فكثير حبيت أنه شفت الباشن عنده فقلت أنه خلص أنا كمان بدي أفوت وحبيت أنه بتقدر تعمل أي إشي بالهندسة الكيميائية من نفط وغاز لكمان بتقدر تعمل المكياج وأنا قاعدة أدرس هندسة كيميائية كثير كان جاي عبالي أنه بدي أعيش حلمي ونمي مهارتي فقررت أنه ألتج إلى الميكب بعد غياب طويل هلا أنا بشتغل كفريلانس ميكوب آرتست أنا حلمي أنه أخلط بين الهندسة الكيميائية مع المكياج حتى أعمل براند خاص لإلي كيف حسيتي التحول من هالمجال لهالمجال؟ أحلى شي لأنه أنت من تشتغليني بشي صدقي عجبك وعندك حلمك من أنتي وصغيرة أنه تسوي أحس بفرحة دائماً من أروح أخطمك يجب على أحد أو حتى مرات أتدرب على بنتي همينة وأحس بفرحة تعجبني أنا أشوف أنه مرة شي ملهم قصتك وأهم شي الواحد يتبع حلمه أنا أريد أكون مثال الأولادي حتى إن شاء الله من يكبرون أريد هم هم يتبعون حلمهم أي ومعتوبة كما ترجع البيت أنتي كرحة عمرك ووهدليهم صح إشام عبيد عمري 26 سنة أنا مهندس مع ماري عندي هواية تصفيف الشعر كما أنه أنا صغير كنت أحب قصص الشعر كنت جرب على عالم يخصوني وكنا نتسلى وهيك يعني فمن وقتها طلعت الحكاية معي وصرت أشتغل بهاي الشغلة هيك أحياناً فتت بالهندسة لأنه حسيت أنه الفن ما بيتجزة حبيت أدرس شي أكاديمي تصفيف الشعر هو هواي لإلي وأنه هيك بحب أشتغلها بين فترة وفترة بحس بلاقي حالي موجود فيها لهي الشغلة كم لك هير ستايلست؟ عم بحكي لك هي كانت موهبة فمن وأنا صغير كنت دايماً هيك شوف عالم أتدرب عليهم أشتغل لهم فأنه بتخيل شي أربع سنين لأنه بشتغل عن جد كنت بالشي أربع سنين لأنه كما أنت تقولي هواي فأنا ما أنا متخيل أنت كل يوم قاعد تسوي شعر ولا مرة بالشهر ومعني عادة لا لا يعني هو مثل فريلاند آه فريلاند أوكي هيك شي يعني بس أنه الأساسي هو العمارة اسمي نوجة رودي عمري 25 سنة درست انتيري ديزاين بالجامعة بس كنت هواية الموديلينج وكتير بحب الفاشن فقررت أنه أنا سير موديل استددت بالموديلينج من الإنستغرام بلشت حط صور كل شي إلو علاقة بالفاشن وبلشوا الديزاينرز والميكب آرتست يحكوني ويسألوني إذا بصور لون وصاروا كتير يحبوا يشتغلوا معي بعد تعب وجهد قدرت أنه أثبت حالي بالموديلينج وصارت فل تايم جوب عنده قررت أشترك بإنستال ودهالا كرميل الإكسبوجر كتير بحب أتعرف على نيو ديزاينرز نيو فوتوغرافرز وهذا الشي بساعد لشغلي تحس انتك عادي فلكسبل لو حد يسوي لك ستايل مو عجبك عادة حلق صراحة أول سبب أني جيت وشاركت بالبنامج أنه إنستال ودهالا وكمان بحب أعطي رأيي أنا إنه إذا الشي ما عجبني يغيرو كذا لا يتطلع يعني بيرفت عادة بس يلابسوني وهيك وأنا ما عندي رأيي فكر ماليك حبيت إنه اشتركوا تعرف عليوني نور ملامحة كتير نعمة حسيت إنه هي كتير هيك الشاي بالجسم طبعها رح يليق على أي تصميم ممكن ينعمل طولها كتير مناسب شعرها سهل الواحد يتعامل معه فكتير مرتاحة لنور لأنه حاسيت إنه كتير حتسهل علي التصميم أنا مرة متحمسة إنه أبليكم على الثيم يعتبر شوي سهل صراحة فـ الثيم هو تتعامل أبليكم على الثيمة مرحباً 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 تيم باريس أما من أول ما سمعته أعجبني الموضوع لأنني أنا من موالد باريس وعارف شو شوارحها عارف شو الإضاءة اللي موجودة هذا ليش أنا حبيت الموضوع مؤخراً طلع مسلسل اسمه سوى ضجة بكل أنحاء العالم وكل أحد صاير يتكلم عنه وكثير بناتي ويلبس زيه فحبيت إنه أنا أسوي هالحلقة على هذا الثيم لأنه مسلي جداً وشبابي وأنوثي وكل شيء يعني فمرة متحمسة إنه أشوف كيف الثيم رح يفهم استيل أميلي همفاعد وسوت استيلات كثير مرة مختلفة ليل، نهار، شغل، طلعة فنشوف كيف هم هش رح يختار أنا أبغاكم أول شيء تتكلموا مع بعض تقرر اشتراح تساوي سولي مود بورد وبعدين رح أقابلكم ونناقش الفكرة مع بعض وبعدين نبدأ بالتطبيق حسناً لنذهب موسيقى 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 حسناً نسوي لي بس بسيط بحيني لي بس إيش الفكرة والقيقات والألوان بعدين رح أخليك تاخذ مقصاتها وتكملي بس أبغا فهم الفكرة تمام، هلا أنا كفكرة ولا كنت عم فكر إني أنا ببلش أعمل اعمل من السليف موسيقى سيكون هنا التصميم اللي أنا اخترتيني أعمله رح يكون فستان كامل اللي كمامة طويلة رح يكون الفستان فيه فتحة شايرب من عند السيدر جزء الثاني اللي هو رح يكون فتحته فتحت البلايزر وبعد هيك من تحت بدي أعمل الدرس يعني بدي أعطيك عزا عم بحاول أعمل مثلا سكرتان شيرت بس بنفس الوقت بتبين كفستان كامل بس ما رح يكون بطير فلافي الفستان لأنه رح أعم بتفكر استخدم أماش يعني ما كتير خفيف زي البولتو يعني من جهة ومن جهة بستعمل تقريباً بس بدي أستخدم يعني باترن وبدي أحاول ما أستخدم نفس السيجنتر باترن تبع باريس بدي يعني أغيره بطريقة لأعمل ماي توتش انت حبيت الدزاين حبيت إنها قالت رح تسوي قماش ما هو غليظ يعني شي كده انسيابي ويكون ما في بوليوم وحبيت فكرت إنه نصف جاكت ونصف جاكت ونصف جاكت بس الألوان هي اللي أنا متخوفة منها لأنها قالت أخضر ونود وباترن فما بوي طلع زي اللوك الغجري بالحلقة اللي راحت لأنه لا الالوان اللي حت استخدمينها إيش I'm gonna look on something with the green colors لدرجات الاخضر بس ما بدي الفاتحة بدي اختار شوي لغامئ والجهة التانية بدي حط هنا الباترن على الباترن عم بميّل على نود لأنه المعروفين البيتحرك هم بميّل بعمل أنهم يخ operations بلشت وضحنا الفكرة اكتر اكتر كل ما انا الصوت عم بحكي عنه اكتر يعني هتخيطي هذا يعني يصير جاكت فستان ومو انه مثلا فستان وانتي مخيطة عليه جاكت لا هو رح يكون هاد بدي اعملها اطعب تنشار وبتنحط اوكي يعني سير عندك 2 اوشنز لهذا ما بضلت شلت بشيني موجود التالي خلصوا الفكرة صارت واضحة عندي رح اسرك الحين تتخذي مقاسات تمام ورح اشوفكم ماذا صار الوقت هلا اني اخد اياسات هلا نور لنعمل التصميم وبدي اتعرف عليها اكتر لا اعرف كيف رح يليق عليها التصميم حبيت الفكرة له هلا صارت كفكرة انا حولت اني اقرب 2 مكس مكس تجادر اني نعمل شي جديد وناخد بس ان ماي تتش كمان هلا قريج لما كنت عم تفاجينا الديزاين انا وهلا حسيت عندها سئة بشو عم تعمل وحماستنا اني شوف الديزاين وحسيت انه يمكن يطلع شي كتير حلو هاي هاي كيفكم اهلا شو صار معك انا تقريبا قرارات التصميم رح نبدل شي رح اشرح لكم شوية عن التصميم لان ناخد القرار شو بدنا نعلم بالهارستايل وبالميكوب طبعا انا كتير بتفهم انهم بدهم يعرفوا تفاصيل السكتش لانه الاول و بالاخر حدا منهم بديهم من الميكوب والتاني بديهم من الهارستايل فاكيد بدهم يفوتوا بي تفاصيل الالوان الميكوب لازم يكون شوي ناعم صح وبالنسبة للهارستايل بعتقد كمان كمان رح يكون ناعم مثل ما حكينا بالمودبورد انه ممكن يكون الوافي العريض ومثل ما قلنا انه ممكن نحط الطائفه بس بالفوتوشوت ممكن ناخد باكتر من لأ ممكن نجرب نشينا بس حبات يعني ببقى الشغل الاخير على اول فوتوغرافي شوفك رح يزبت لنا الموضوع الاعتماد صار كله عليه ايوه طبعا انا هلأ معت فيني كتير ضيع وقت صاري لازم بلش بالتصميم لانه صار لازم يخلص قبل ما هي تخلص الميك اوفير حاليا بجمع صور باش نشرح الهلا يعني الصورة تقريبا كيف رح تكون اوكي سو وريني ايش مفكر حتى هالتصوير انا فكرت انه يكون مثل هيك ستريت لايت من فوق هو كله رح يكون مثل هو ستريت خلفه لايت على الموضل مثل هيك شوي من فوق رح اعمل لايت في الخلف على حسب الموضل ورح اعمل اوه ريكس دورة احمل رفليكشن في الارض وان شاء الله نجيب لام احطها جنب الموضل كي تكون كأنها ستريت حاسيت ان الصورة اللي وراني اياها تعتمد على الشارع كثير او على مكان فما حبت يعني ابغى يكون رياليستيك بالافكار اللي حضر لها كيف رح تسوي فكرة ستريت ستايل بالستوديو؟ رح اعمل باكراوند سودا واعمل بالاضاءة كله كله رح يكون بالاضاءة التحدي عندي هو انو رح ابين باريس بالليل بس في قلب استوديو مش رح اطلع من استوديو هذا تحدي دابل رح اجيب اغراض يعني اكتوار اللي يبينوا الشارع مع اضاءة خفيفة يعني سينماتيك وان شاء الله رايتل حل اوكي اوه الاحين عندك فكرة الاولى اللي هي المراية تحط موية عليها فكرة الثانية اشياء ممكن يكون باريس بالنهار ممكن نعمل وهي جلسة على كورسي طاولة نعمل كروسان كأنها في كوفي مثل هيك باقيت ايو ممكن تجيب مثلا البروبس هذي اللي هي الباقيت مثلا باسكيس شيدها معاها او او مثلا الهات هذي ممكن فيها مود هابي انو باريس بالنهار بالنهار اوكي وفيه الابشن الثاني يكون بالليل ممكن نعمل لك حسنت ان الصور ميكس من ثمات كثيرة يعني تونتيز على فما كان في فكرة معينة واحدة تكون اديتوريال يعني باريس بس اديتوريال واحدة انو يعني مثلا بلوغر لايف خاصة حين انت اهم شي تكون فاهم ومستعد ان تجيب الاشياء وتستعد بالشويت ان شاء الله اوكي راح اتركك الحين وراح اشوفك بعدين بعد ما تسجيل هاتكل شئك شكرا كثيرا انا راح اجمع الاغراض والاكسيس ووريس وان شاء الله راح نكونوا جاهزين للفوتوشويت هاي شمام كيف شكرا كثيرا محمسي كثيرا محمسي كثيرا شوش حتى عملنا بالشار اليوم محمسي الخايفينة صراحة والله متل ما حكينا عن المود بورد كيف اخترنا انو بدي يكون نحن الشعر عندنا ويفي عريض ما في ولا اي رفع ولا اي شي بيتناسب مع السكتش اللي كانت عم تعملنا يا عريض حبيت فكرة هشام كثير كرميل انا ما بحب ابدا الرفع والشد وهيك فا كثير حسيتها ملائمة هلق راح مبلش بالفير العريض ايه لا راح يبكون عريض اوكي انت كيف بلشت تعمل شعر وهيك اتا بتحب يعني ما بدي خوكك تخبرني يا عطا تتعمل وإز هشام هو عم يعملي شعري صار بالنص هون عم يعملي اخر خصلة عم بلفل شعر عم بقلي قصته مع قريبته طلبت مني اعمله شعره انو اوكي ما بعرف شو فانا كنت هيك موتر وما بعرف شو صايا وهي عم تعجل يلا سريع انو يلا تأخرت ما بعش شو ووترتك ايه ووترتني فصرت هون بالخصلة تماما هاي النصاني انا ما حاولت ترك وما بقليل شو أترك ايه فانسيت الخصلة هيك في يدي فهي طلعت الخصلة فنور هيك قاعدة متطلع فينو عندو شو؟ وبعدين بطلع احببتي مرحمة معك شي خلص تتعلم عادة ما تحب يدانتك تظلمون شو دي؟ خوفتنا على الأساس كلها متطولة فعا هاي هاي قريش هاي قريش اوكي شو عم بتعودو؟ كيف الوضع؟ كلها تماما لما فاتت قريش شاخت شعرها لنور كليات ومرفوع فنقذت فكرتني عم نضع ملة سريحة فيني شوف من وارا؟ اوكي بس ما رح يبين عليك شي اه اوكي اوكي تماما اول شي طلعت فيه قلت له انو لا لا ويت يعني هذول هي كرز ولا ويفز ولا حيكونوا فوق ولا ما في ولا ايشي يعني همش اللي حيكون الناز لا لا اكيد حيكون الناز هاد ما تطلع لان التصميم اللي عملته بدي يكون انا رح بلش فك وانتي عم تحكيري اوكي بكون احسن عشان اشوف اللي لزبت شوي قررت تضل موجودة معنا لشفتني عم فك الشعر وكل شي متل ما بده اوكي طبعا انا هلا كتير متطمنة ويعني شايفة الاوتكم رح يكون شي واو بس انا رجم اروح اكمل التصميم اوكي 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 حبيت في هشام انو خلصلي شعري كتير بسرعة ويعني كان ايضه خفيفة وما حسد بالوقت لانو طول الوقت عم نتحدث ومع اصصه اللي بتضحك فما حسد بالوقت هلا تصار فيك تروح تبلشي الميك اوب هاي ونشوفك بعد شوي اوكي يلا سيو سيو باي باي تصميم مثل هيك فيه كتير مخاطرة كبيرة لانو القياس دور كتير مهم بالتصميم هاد حطيت الماش على طول على الملكان بعد ما انا قصيته من الباتر لاني اخترت انو بعد ما اعمل اللقماش من الباتر اعمله دريبنج على الملكان لاطلع البليتس الصحي اللي انا بدي اياه بعد هيك على طول بلشت اني انا خييت قطعتين بعض عن بعض شبكت القطعة الاولى بالقطعة الثانية ببنز موجودين من الجنب لنقدر نحنا نفكهم ونحطهم وقت ما نحنا بدنا ايه عم بحاول قدمه فيني اني خلص بالوقت انا عم بحاول قدمه فيني يكون كتير دقيقة بهاية التفاصيل لخلص التصميم بشكل صاح ويكون مثل ما عنا بدي بعد ما خلصت نور من الشعر صار هسا وقت الميكب هاي انفا هاي كيرتك كيرتك كيف رأيك كثير حلو لابلك كثير حلو اه يلا نايس انتي بشوف انه حاطة الاشز وكونسيلر فانا شو رح اعمل بس انه اضبطه وببلش بالعيون وباللبستيك لحعمله هيك كثير شيك كثير أليجن انا بالعادة بس احط الميكب ما بروح بوردر معين بحب ابلش بالعيون بس فوق حتى اذا وقع اي فولات وهي بحب انطفو اذا يعني بالفاونديشن وهي شغلات بحب انطفو اي جليتر اي شي الشمالي بحس اه لازم هيك حلو بيطلع اه اه خاصة بمدمع العين حتى هيك بيطلع كثير برايت وحلو العين اه بيكبر اه وردي حاطة الباس وحاطة الرموش فانا بس اضبطت الاشياء اللي حسيت انه بدها تتضبط الكونسيلر عميت اللو ريتوتش شوي كثرت شوي الكونتور لانه ما كان كثير مبين شو رأيك بالميكب؟ اه لا احبيت صراحة جاي عبالي احط لها احمر فاقع بس بشرتها ما بيلائمها كثير البرايت فبدي اخاف ومشبت ما سدري ممكن هي بالعادة وهي ممكن تقولك انتي تحطي بالعادة اللي ميل على أورنج ولا ميل على عودي كذا انا صراحة بحط غلوس خفيف لا لما تحطي احمر لا بحط بحط احمر زي هذا ولا مثلا مور أورنج مور احمر اكتر الريد لبسك راجع بقوة وحسيت انه لو حطوا لون احمر احمر او لون اللي ميل على أورنج راح يستغلوا هالترند بصورة سبايا توني توني وانا عم بحط المكياج على نور هاي هلو هاي هلين شعب تعملوا اوه شكرا شكرا كثير يعني انا انصدمت انه شو جايين يعملوا هون شو راح تستخدم ميروج على الميروج اعم فاكرا انه اشي غامق هيك حسيت بتعرفوك بارس اللي بقوة دائما على الشفايف هم فبنتي اعمل هيت اه بولد لوك بنشوف هلا راح لجامل احنا احنا حنضلنا هون نشوف شو رأيك بليس بليس خلاص خلواني اخلص يلا روحوا اعملوا شغلكم انا ممكن اروح انت بدك خاص ça خلاص اطلعوا خلوني اركز على شغلي انا نحبق شوف هب اللي خلاص طفلت خلي يلا باي باي نشوفكم باي هلأ بلشنا اللبس أول ما بلشت كانت كثير مترددة أنه هي مش متعودة على اللبس البولد حكتلي أنه هي بتحب النود وبدها نود قلت لها بس استني شوفي كيف حلو رح يطلع مع الشعر وخاصة باريس يعني قليل ما تشوف حدا خاط نود لازم بحطوا اللون الغامة خلصت اللوك شو رأيك؟ حبيتو حلو اللون حلو تلا هاللون أه حالو يلا وانا اي ري تاتش وهاي بعمل وشا قبل بعد الفستان اوكي؟ شكرا خلصنا الميكوب بوقت إياسي وهلأ صار وقت ننتقل لللبس هاي هاي واو اوكي شرحي لللبس؟ اوكي هاي القطعة التعتان مع قطعة واحدة فستان لونج سليف من جهة الجهة التانية بيكون سليف لس اوكي والبارت الثاني هو هاف بلايزر قصة البلايزر موجودة هون الفستان شكله غريب أول مرة أشوف ديزاين زي كذا الأخضر هو هذا الدرجة الخضار هذي مرة تعجبني والقماش حلو بس ما فهمت اللي نص الجاكت اللي جاي على الفستان هاذا الليبايد والإيش؟ يس ايش يسمى الحركة هذي؟ الحركة هلأ هاي اللي موجودة هون أول شي اللي قماش هادا قماش بوليستر ماشي فون هاذا اللي هو بيعتبر زي اكمبينايشون او شيفون انا بيت فاذر بس الفاذر اللي بيعتبروه فاذر هير اللي هي الشعر خفيف بيكون بس على السبوتس اللي موجودة فيها الليبايد أنا ما عندي مشكلة بالبرنت بس مشكلتلي بالشعر هذا اللي طالع منها إيش هو هذا؟ اللي في حالة ما شفت شي زي كده حسيت شوية غريب مقزز ونشوفه على الضيفة وبعدها ونقرر يمكن يا إنتي تغير كل شيء عادي عليها هي رح يطلع غير شكل اوكي بالأول حسيتها شوية صدمت على موضوع على الانيمال برنت اللي كانت موجودة بعدين حكتلي لها انه هي فكرة غريبة وطريقة كيف محطوطة القصة من هون والحات اللي كنت حطيتها ففدت بالتفاصيل وكنت كتير متحمسة ان انا فرجيها للمودل وربسنا اليوم هاي 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 واو ايش رأيكم؟ كتير حلو كتير متحمسة اشوفها عليها لانه بحس رح يطلع كتير حلو ايش رأتو؟ بختيار الالوان حبيت كتير جريئة حلو كونوا صريحين على الاخير انا بعرف انه عملت شي جريئة لا بس متل ما اخترنا بالمودبورد وهيك فانه كتير حبيت عملتي لها اصحاب اول ما شفت الفستان معلقة على المانيكان حسيت انه واو انه كيف قدرت تحط هالتو ماتيريالز مع بعضها كنت كتير خايفانة بدي شوف كيف هاي طلع اللبس يالله يالله وكتير حمسين كلاياتنا ان شاء الله يثبت عليك نطغينك يالله مو مصدقة ام تتلبسه بس بدي اشوف اول ما تطلع كيف رح تكون بالفلوك يا حيطلع واو يا اما لا حيطلع كارسة مو 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 م ووصلوا إنه حدا يطلع فيه وإنه خاصة فرنسي كثير حبيت كثير طالعة حلوة بالفستان كل اللوكة زابط كله مكمل بعضه فهيك ارتحت أحس أنكم مستعدين فرح أترككم تروحوا للشوت تبدأوا ورح أرجع أشوفكم بعد ما يسير عندكم كم صورة شكرا النتيجة طلعت مرة حلوة حبيت شعر نور والميكوب حلو أهم شي عندي الفايب وكيف يبين اللوك وإذا هم مطبقين الثيم أو لا وحاسة أنهم مطبقين الثيم أول مرة بخاطر مثل هيك شي أول مرة يعني بجرب إني أعمل شي جديد أطلع من my comfort zone لأوصل لشي بعمري ما جربته حتى بالفاشن شو بعمري ما جربت أعمل شي مثل هيك أول ما شفتها قلت فرنش لوك خلصنا أنا حاليا جهزت السيت أب كله جبت بليكسي بش نحطه على الأرض والموضل توقف ونحط على الهمية بش يعمل لي الرفلكشن كنت حابة الرفلكشن في الصورة مرحبا 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 كثير حلو السيت مرحبا مرحبا يعني انبهرت يعني صراحة ما شايفتش حسيت أنه صدق كأنه إحنا هلا بباريس يلا جاهت حسيت حارجة بباريس حارجة بباريس ضوما لايك اللي وراك لايك اللي وراك صراحة أنا أعجبني كله مرتب وإن شاء الله تطلع صورة حلوة مرحبا 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 شفت محمد قاعد بيحط مي بكل مكان وأنا عم بقول إنه شو عم بيصير بعدين وصلت الفكرة إنه هي كأنها استوها ماطرة وبدو ياخد هاللوك إنه القاع مبللة وهالشغلات خلينا نخفف شوي من المي سوف نخففها محمد ما تشيلهم كله نوزع لا لا مش اللي الفوق هو نعمل مشكلة نعمل مشكلة هو اللي تحت تحتها تغير تحت المي تحت الأزاز المي بطلت فوق الأزاز شو بدك تعمل؟ تشيلوها نشيلها هاي اه متبهت تنكسر لا لا بجيها واحدة شو منها واحدة صارت تحت هيك فبدك تنزل اه راح نشوي اوكي حملها ما تنيم على الأرض حملها هيك وروح فيها لحنيك لنجرب نجرب كلنا كنا وسئين رح يوصل لشي بس ما عطينه راحته ما بدنا نضغطه بدنا نشوفه إلى وين بده يوصل بس كمان كنا كتير موترين انه ما عطين شو رح رحل موضوع المي اللي صارت تحت الأزاز لا تس مكتنوه لا كتير عبدو حلي كتير عم تطلعي سريع سريع اه شوي شوي لا لا ياخد الصورة طلع على اللايت اوكي طلعي فيه انا في الاول لما شفت الصورة الصور كلهم طلعوا سيمبل ما فيهمش حاجة اللي اللي واو وقلت لازم نغير الفكرة كلها محمد حمل الأزاز وقفها بطريقة انه بده يبين نوري تكون على الطريق ماشي بيش شارع باريس وهو جوا كافي وعم بيصورها من جوا الكافي وهي برا بصراحة محمد ياريت فكرت من زمان هاي الفكرة من الأول ياريتنا بلشنا فيها لأنه أبدعت انه الفيو هو هذا اللي وراه انه شارع انه شارع اه طب لي ما تسوي تجرب شي فيه انه موشن يعني صور ما انا اقسهم الا بوز احسن قلت لهم انه ممكن يخلوها تمشي انه هي بشارع على اساس فلازم تمشي او انها تكون واقفة بطريقة كذا دريمي يعني او انها مستنية شي انه كون فيه ستوري انا دائما اقول لازم الصورة يكون فيها ستوري معيدة اوه ذاتنا اوه معيدة وهدتين اذا تقدر تحطي الشنطة زي اول نور بالفوتوشوت كانت كتير مساعدة محمد بطريقة البوزنج لدرجة ان انا ما سمعت محمد كان عم بيقولها كيف تعمل البوز يعني طول الوقت بس شايف نور عم تعمل بوز ومحمد عم يرقض محمد نجرب الطاولة يلا نجرب الطاولة يلا نجرب الطاولة بس بدك تباعد كتير اللايت لا رحنا عدت العدد الطاولة فكرنا انه ناخذ لها صورة كأنه هي بكافية عم تشرب قهوة مع الماكرون اللي هي الدزورت الفرنسي حتى يكون عندنا افكار متنوعة خليها تتطلع كأنه على حدا مش على الكوفي مثلا نتطلع على اليمين او سي حبيت الفوتوشوت حبيت افكاره لمحمد ما توقعت بصراحة انه هيك يكون يعني اول ما بلشنا انه محمد دايما ساكت ما بيحكي بعدين لا طلع كتير نتيجة حلوة ما توقعنا هيك يعني صدمنا فيها حلويا كتير حلويا بس بعدها تصار في عنا صورة كفاية صح؟ اه اه خاص بكافي اوكي صار لازم نختار بس صار وقت نختار ببلا شو رأيكم؟ صار عنك يلا 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 احنا مصر عنا كتير صور وبعتقد كفاية صور اه وصار هلأ الوقت انه راحنا نختار احلى صورة اللي هي راح توصلنا للفاينل طولا حياسي 3 محيح tigers اوه اوه حلوة حلبت هديك نفس القادة هديك حمامة ايضا حي حلوة ايضا بس حسيت انه بعرف في كتير عجقة هون محتارين كتير حت كل واحد راح يحبيبين شغله الشعر حبيبان ميك اوب حبيبان ويجب أن ندمج بهم ويجب أن تكون جميلة هذا جميل جميل مبدع هذا جميل جميل هؤلاء على اليمين هذا جميل نحن رأينا الكثير من صور حتى عندما حاولنا أن نقوم بإختيار لنقل العدد الصوري لا يمكننا أن نختار بسرعة هذه أحلى من الأولى هذه طبعا باردي فين نرجع لا 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 هذه أحلى هذه أحلى هذه أحلى هذه نظرتك أشوف الثاني أنا أحبتها أكثر أنا بالنسبة لكل الصور مثل أولادي كلهم حبيتهم هذه كثير حلو بقفتك فيها بس شوف اللي وراء ما أبين ستريت كثير مثل هديك مش بس هون كثير طبيعية طالعا يعني هيك كأنه حدا هيك بس لأطلق صورة على طول فترازي ها فترازي وصلنا هسا يعني اختارينا صورتين وصراحة يعني كلش صعب للاختيار يعني أتمنى نقدر نختارهم هما الثنين لأنه كلش حلوات فهسا نريد نشوف كتيم يا صورة رح نختار يا أما الأولى يا أما الثانية خلاص خلينا على هاي خلينا على هاي خلاص اتفقتوا خلاص ثلاثة اثنين واحد خلاص هاي هي أنا كتير كنت راضي على آخر صورة مع أني كنت بالآخر شوي مترددة أنه بدي الصورة الثانية لسبب معي مثلا ممكن التصميم ممكن طريقة الشاعر كيف كانت مبينة بس لما الفريق حكولي عن ملاحظاتهم اللي موجودة بالصورة الثانية اللي هي اخترناها بلشت أشوف وجهة نظرهم يعني الصورة عم بمشي على وجهة نظر حدا تاني فاقتنعت فيها أكتر ومشيت معاهم بالصورة الثانية عجبتني الصورة النهائية مع أنه اللبس مو مبين بس الهات واصطلتنا فكرة أنه في فارس والمود حلو شكل نور حلو حبيت أنه محمد ما اعتمد على الفاتشاب أبدا ويمكن بس أغير شوي بالألوان وطلعت الصورة حلوة الصورة تقييمها برأيي تسعة ونص من عشرة وصلنا إلى هذه الحلقة أبغاء أسمع منكم إيش كان رأيكم بالشغل مع بعض وبالثيم وبالنتائج صراحة تجربة كلش حلوة حبيت أنه إحنا كفريق دعمنا بعض ولأنه كنا كثير متناسقين طلعنا بهاي النتيجة الحلوة وإيش رايك كيف حاصل حين بالإستاين؟ أنا صراحة حبيت كثير الريزولت وحتى الصور كثير حلوين وحبت كيف كلنا اشتغلنا مع بعض وكلنا يعطينا رأينا هي صراحة تجربة حلوة ونتمنى إن شاء الله نكونوا في الفائنة أسحب أشكركم أنكم جايين معنا وأتمنى أن أشوفكم مرة ثانية إن شاء الله حسينكم هترجع مرثاني أو لا؟ إن شاء الله نحن نظل إيجابيين يعني حسيت أن هذا الفريق شغله مسترخي جدا يعني عارفين ما يحاولون مهم يحاولون يثبتون نفسهم بزيادة لدرجة أن يخربوا شغلها أنا أبغى المأحد يشتغل عندي هنا بالشو يسوي نفس الشيء اللي يسويها كل يامو عشان بالشو لازم يسوي أشياء أكترا ويخرب الشغل ويصير توماتي ما يخالف قبل ما نطلع ناخد صورة كنهتة جماعية أوكي ثيم الحلقة الجاية رح يكون جدا مناسب للموسم فمرة متحمس أن أشوف شغلة ثيم علها ثيم تابعونا ورح تشوفوا أكثر